علي معلول علي معلول نهاردة كنت بتكلم مع حمزة المسلوسي رائع لعب نادي الزمالك وقال لي ان علي معلول هو افضل محترف جيه في تاريخ الكرة المصرية ده كان رأي اصلا من بدري محترم حمزة المسلوسي وعلي معلول فعليا بالارقام هو افضل محترف جيه في تاريخ كرة القدم المصرية والنادي الاهلي يقدر علي معلول علي معلول على غير العادة النهاردة نزل ستوري على الانستجرام فسرت باكثر من تفسير قالك ابقى قويا فقصتك لم تنتهي بعد خليك قوي يعني القصة بتاعتك ما خلصتش طيب طب هل المكتوب ده يفصل لك حاجة؟ ما تخلوش يفصل لك انا هقولك المعلومة كاملة انا هقولك المعلومة كاملة معلول متدايق زعلان مازال كين لما مجاش احتفالية الدولة هو متدايق طيب معلول متدايق من ايه؟ الاهلي حتى هذه اللحظة لم يتخذ قرار واضح بشأن علم علول يعني يعني الاهلي يتباع او يمشي هو خلاص عقده خلص الاهلي يمشي والاهلي يفضل كده كده الاهلي يتكفل بكل مصاريف وتفاصيل علاج علم علول ضموقف محترم من النادي الاهلي حتى بعد انتهاء عقد علم علول بس اللي مدايق معلول ايه؟ انه محدش بيرفع السماعة يكلمه يعني محدش بيقوله انت هنجدد معاك محدش بيقوله لا انت هتمشي محدش بيقوله طب استنى علينا شهر شهرين ونشوف هنعمل ايه محدش بيقوله ايه حاجة فده اللي مدايق علم علول مزعله مزعله ده وسط انباء وحب اقول هالك يعني وحق ايه يعني مارسي الكولر الراجل العملي جدا اللي ما عندوش العاطف بتاعتنا خالص يعني قالك لا انا هاتلي دعيب اجنابي انا عايز مهاجم بقى انا عايز جناح يعني خلاص علي معلول انا معاي احياتي ايه الله دلوقتي خلاص تمام يعني شكرا لعلي معلول ادارة النادي الاهلي لا رأيها مختلف تماما علي معلول بعد كل اللي ادى للنادي الاهلي من 2016 يصطحق ان يستمر مع الفريق ومش لما يجي له اصابة كبيرة نقول له مع السلامة معلول متضايق اه متضايق تصوري وتوقعي وجزء منه كمان معلومات انه الاهلي قريبا جدا هيجلس مع علي معلول وهيوصل معاه لاتفاق يرد طرفين يرد طرفين يعني ايه يعني الاهلي يبقى راضي والاهم عند الاهلي دلوقتي ان علي معلول كمان يبقى راضي علي معلول مش هيمشي من النادي الاهلي بازمة مشكلة بزعلة تأكد من دي مليون في المية مليون في المية انا بس حبيت حكي لك الحكاية مليون في المية